اهلين وسهلين بالجميع اليوم الحلقة الرابعة من افنت الكرتات ما بديش اطوي عليكم مقدمة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل الجرس تنبيه حطوا لايك وانشوا المقطع استمتع بالمقطع اهلين 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 اليوم رح نعمل الحلقة الرابعة طبعا الحلقة الرابعة ما رح تكون طويل كثير رح نشرح الصفحة الثالثة في هاي المهام تبع القطط والمهام بتقولك انه لازم تجمع 25000 من هاي القطع النقدية هون بيقوله انه لازم تعملوا 10 من البروفيسنسي ب6 شخصيات والطريقة اللي بتعملوها انه بتلعبوا بالشخصيات خلينا ندخل على الكرتات يعني لازم تلعبوا بالشخصية اكثر من 10 مرات هون لعبنا بهذا صفر هون بتشوفوا كم من البروفيسنسي عندكو على كل شخصية هاد عنا 36 هاد عنا واحدة فقط ولكن انا جمعت بروفيسنسي باكثر من 6 شخصيات لازم تكون اعلى من 10 فهون عندي 10 وهون عندي 46 ولا اخرى هون كمان عندي 22 وكمان عندي 19 ولا اخرى هون لازم تجيبوا سكن لشخصية من الشخصيات اللي عندكم طبعا سكن تدروا تشتروه وكمان عندكم كارتة ذهبية بيعطوها لكم انا الكارتة الذهبية استخدمتها وجبت شخصية ولو انتو ما بتعرفوا كيف شكلها او هيك شي بتدروا تدروا تدروا تدخلوا تشتروا واحدة هون عند الشب هون تنتو لاخر واحدة بتشتروا واحدة من الشخصيات اللي بتعجبكم وطبعا لازم تشتروها ب 4000 كوينز ولازم يكون الرانك انتبعكم في افنت الكارتات اعلى من خمسة هون لازم تلعبوا اقل شي ضد 60 شخصية بمعنى في الاوبن وورد يعني الشخصيات الموجودة هون اللي بتيجي مرة كل اسبوع بتلعبوا ضدها وكمان الشخصيات الموجودة لما بتطلعوا لبرة بتدخلوا على الخريطة بتلاووا اماكن كثيرة في مدينة انزومة وفي المدن الاخرى تلعبوا ضدهم وكمان هن بينحسبوا لازم تلعبوا اقل شي ضد 60 شخصية وانا لعب ضد 60 شخصية هون بيقولوا انه لازم لازم جيبوا ثلاث منسترات او لازم تربحوا على ثلاث منسترات الطريقة اللي بتعملوا هاي تدخل لعند القطة تجوا لعند ثالث وحدة هون لازم تربحوا ضد ثلاثة انا ربحت ضد اثنين ربحت ضد هاد وضد هاد لازم تربحوا ضد ثلاثة مشان بتدروا جيبوا المهمة الشي اللي بعده لازم جيبوا 15 شخصية والطريقة اللي بيجيبوا شخصيات فيها بتجوا لهون وتلعبوا ضدهم بتشوفوا كل هاي الشخصيات اللي جبتها لعبت ضدهم وجبتها فبتدخلوا وتعملوا invite وتربحوا ضده وتعملوا الاشياء المكتوبة هون مشان جيبوا كمان الكارتات اللقطة انتبعوا ولكن بس تربحوا عليه بتدروا جيبوا الشخصية وهذا المطلوب وطبعا حكيت قبل على هذا الموضوع لازم تكون عندكم هاي البرائد بتدروا سيشتروها وطبعا كل لفل بتطلعوه بيعطوكوا واحدة كمان فبتدروا جيب كل الشخصيات في الاخير بعد الخمستاشر شخصية بيقولوا لازم تكون عندكم 140 كارتا طبعا في طرق كثيرة بتدروا جيبوا فيها الكارتات زي ما فرجيتكم لما تربحوا ضد الشخصيات هون بتدروا جيبوا الكارتات انتبعهم بين حسبوك وكمان بتدروا تشترو هون الكارتات طبعا مو سكنات بيطلبوا الكارتات تدخلوا على الشب هون بتشتروه الكارتات المطلوبة طبعا في هاي الكارتات انتبع الأسلحة والأرتفكتات فيه كارتات انتبع السوبورت وفيه كارتات انتبع اللي بيسموها event card هاي هي الكارتات اللي لازم تشتروها ولازم يكون عندكم 140 كارتة حاولوا تجيبوا 140 كارتة هاي هي المهام المطلوبة هون طبعا هذا الثالث ان شاء الله في الفيديو الجاي راح يكون راح اشرح على الصفحة الرابعة لو كانت في صفحة رابعة هلا راح ندخل ورح ندخل على الرانك راح نجوفوا ان الرانك سنا 6 وما بندر نطلع لانه لازم نعمل مهمة مشان نقدر نطلع وطبعا نفس الشي بنعمله دايما مشان نطلع لازم نلعب ضد القطة ونربحه انا ما راح فرجيكم كيف بلعب ضده راح اختر هاي الشخصيات مشان اشوف قوته ومشان اعرف شو الشخصيات اللي لازم ألعب بها ضده خليني نعمل هيك هاي هي الشخصيات فلازم نربحه بعد ما نربحه راح نقدر نطلع من الرانك 6 لتسعة لما اظن وبعدين لما نوصل لتسعة لازم نعمل كمان مهمة نلعب ضده مشان نقدر نطلع للرانك 10 لما بربح ضده برجع لكم ان شاء الله هيك فزنا عليه بهي الثلاثة الشخصيات نعمل اكزيت هيك طلعنا للرانك 7 بندخل لهون بندر نشوف انه عطونا هاي حلو بقينا هاي الثلاثة شوف لما بنوصل للتسعة راح نلعب ضده مرة اخرى مشان نقدر نطلع للعشرة ولو دخلنا هون راح نشوف انه بندر نلعب ضد هاد وهاد طبعا كنا ربحينهم قبل وهاد فتحنا الشي اللي بندر نلعب ضد هاد وهاد لما بنضغط هون هاي اربحناها هاي بتفتحنا وهاي بتفتحنا لانه طلعنا للرانك 7 في مرات ما هاي بتقدروا تلاقوها في نفس المكان اللي بتعملوا فيها مهمة مفتوحة بيقولوا لكم اما تكونوا في رانك 7 او رانك 10 حسب الشي المطلوب هون نفس الشي هاي فتحتنا لانه طلعنا للرانك 7 طبعا ان شاء الله المقطع الجاي يمكن راح يكون اخر جزء عن هذا الـ event حسب المهام الموجودة وبعدين راح انتقل لأعمل شرطات مشان اشرح الاشياء اللي لازم تعملوها في المهام نفسها ان شاء الله يكون عزبكم المقطع وتكون سفتهم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل جرس تنبيه حطوا لايك وانتوا المقطع نراكم في المقطع القادم السلام